جارة ترمة فتصيب الاسوار وتصيب داخل المدينة فبدأ الضرب على بيت المقدس بالمنجنيق شدة الضرب مكثف بالمنجنيق وبدأ الضرب ايضا بالسهام حتى ما استطاع النصارى يرفع رؤوسهم فوق اسوار القدس فامر صراح الدين بالزحف واستطاع المسلمون ان يخترقوا الخنادق التي حفرت حتى وصلوا الى الاسوار لا في الاسوار منيعة وكان عنده فرقة تسمى النقابين النقابون هؤلاء شغلهم ينقبوا يعني يحفروا في الاسوار فكانوا ينقبوا في الاسوار ويضعوا فيها خشب ويشعلوها نارا حتى يضع في السور فبدأوا يحفرون في الاسوار وشعر النصارى بالضعف الشديد وصلوا الى اسوارهم ينقبوهم فيها يشعلونها نارا وهم لا يستطيعون منعهم من شدة الضرب الذي اصابهم بالسهام والمنجنيق هنا يتحرك الارتودوكس طبعا النصارى الصليبيين اللي جايين من اوروبا هؤلاء كاثوليك وبين الكاثوليك والارتودوكس عداوة وان كان كل الفرقتين من النصارى لكن الكاثوليك لما سيطروا على القدس اهانوا الارتودوكس اهانة شديدة جدا وظلموهم ظلما شديدا فقارن الارتودوكس ايام ما كانوا تحت حكم المسلمين التسامح والحرية والاحترام كيف كان تحت حكم المسلمين بينما تحت حكم الكاثوليك الاذى والاهانة هنا الكاثوليك شعروا مثل هذه التحركات فقافوا عرفوا ان المدينة ستسقط لان من داخلها الان بدأ التحرك فلجأ النساء والاطفال والعجائز والقساوس لجأوا الى الكنائس وكنيسة القيامة يلجون بالدعاء من اجل ان يخلصهم ربهم من صلاح الدين وازداد الضغط الاسلامي وانهارت معنويات النصارى فهنا ارسل قائد النصارى في القدس وفدا الى صلاح الدين يطلب الامان ويطلب تسليم المدينة بحيث ان كل من فيها من النصارى يخرجون بالامان باموالهم واسلحتهم وانفسهم تركونا نخلص من المدينة فصلاح الدين قال لا اتذكرون ما فعلتم بالقدس يوم فتحتموها يوم احتليت القدس قبل واحد وتسعين سنة ماذا فعلتم سبعين الف من المسلمين يجزروا كالخراف في المسجد الاقصى في القدس ما اترككم حتى اذبح منكم كما ذبحتم في المسلمين فتزع النصارى سيفعل بهم مجزرة ما نساها رغم انه ما شهدها لكن اخبارها معروفة ما نساها فالان المسلمون يتشوقون لاخذ الثأر لاخوانهم الذين قتلوا قبل حوالي تسعين سنة هنا النصارى تجمعوا داخل القدس عرفوا ان نهايتهم مدبحة ستحدث فيهم فهنا ارسلوا وفدا اخرى الى صلاح الدين هذا الوفد جاء برسالة فيها تهديد شديد قالوا عندنا الاف الاسرى من المسلمين ما تدخل القدس الا وقد ببحناهم جميعا ونكسر كل مساجدكم وكل مقدساتكم ونكسر صخرة الاقصى ونحرق القدس بكاملها وننتحر ولا نتركك تدخل القدس وتهديد شديد صلاح الدين هنا جمع كبار القادة واستشارهم هل نقبل بالصلح امام هذا التهديد ام نستمر في القتال فاجمع الجميع على اخذ التهديد ما اخذ الجد لان هؤلاء ماذا سيخسروا يعني اما فتفتح المدينة وياخذوا اسرى او سيموتوا في القتال وفعلا ممكن ان ينفدوا هذا التهديد فهنا بدأت المفاوضات على تسليم القدس واتفق الجميع على الصلح واتفقوا على السماح للنصارى بان يغادروا بدون السلاح لكن يسمح لهم باخذ متاعهم واموالهم بشرط ان يدفع كل واحد من النصارى قبل ان يخرج يدفع دينارا من الذهب قبل خروجه وانا الذي ما يدفع يبقى اسير عند المسلمين وتم الاتفاع وبدأ النصارى بتسليم القدس صلاح الدين سمح بخروج النصارى في البداية بدأوا يخرجوا يدفع دينار ذهبي ويخرج جاء بعض كبار السن بعض العجائز قال ما عندنا قال اخرج بدون مال اكذا كان تسالح صلاح الدين انظروا المقارنة بينما فعله وبينما فعله النصارى لما احتلوا القدس ثم جاء اخوه العادل فقال اعطني الفا من الذين لا يستطيعون ان يدفعوا فجاء قال من لا يستطيع يدفع الف واحد جاءوا قال خذهم فاطلقهم العادل فجاء عدد من امراء المسلمين يأخذوا من هؤلاء الذين لا يستطيعوا ان يدفعوا فاطلقوهم بقي احداث ضخمة سفتين الف عداد كبيرة منهم لم ما استطاعت ما عندها دينار ذهبي فبدأ النصارى الفقراء يطلبون من الاغنياء دينار ذهبي واحد يفكهم من الرق والاسر فرفض اغنياء النصارى ان يساعدوا ابناء ملتهم الفقراء فاخذ الباقي اسرا وجاء بعض النسوة تقول زوجي قتل في حطين ما عندي ما ادفع حتى اخرج فاي وحدة زوجها قتل في حطين سمح لها تخرج من غير دفع بل اعجب من ذلك من اخلاق صلاح الدين اي واحدة ليس لها ولي ما عندها رجل يحميها وينفق عليها اعطاها من امواله الخاصة حتى تستطيع ان تخرج حتى بلغ به الامر ان جاءته زوجة ارناق ذاك المجرم الذي قتله صلاح الدين بيده تطلب منه ان يطلق ابنها لان خافت ابنها يقتل اذا عرف انه ابن ارناق فقال صلاح الدين وله الامان اطلقوه اخلاق لم تتعرف بين البشر الا في اخلاق الانبياء عليهم السلام والصحابة الكرام جددها صلاح الدين رحمة الله عليه فاطلق هؤلاء اعداد كبيرة تركهم طبعا بعض المؤرخين يأخذوا على صلاح الدين هذا الامر هؤلاء الرجال الذين خرجوا الرجال المقاتلين الذين اطلقوا بهذه الصورة وخرجوا تجمعوا في صور ليقاتلوا صلاح الدين فكيف يتركهم صلاح الدين هذا من المؤاخذات لكن هكذا كانت اخلاقه ووسماحته ورحمته وفي ليلة السابع والعشرين من رجب ليلة الاسراء والمعراج من عام خمسمية وثلاثة وتمانين هجرية الموافق الثاني من شهر من شهر العاشر الف مائة وسبعة وثمانين ميلادية داخل المسلمون القدس بعد واحد تسعين سنة هجرية ثمانية وثمانين سنة ميلادية من الاحتلال الصليبي واسرع المؤذن نحو المسجد الاقصى فرفع الاذان لأول مرة يرفع الاذان بعد واحد تسعين سنة يرفع الاذان في القدس هكذا رجعت القدس بفرح عظيم وتكبير وتهليل وتسابق المسلمون تسابق المسلمون نحو قبة الصخرة يحاولون تسلقها لان النصارى وضعوا عليها صليبا واستطاع احد المسلمين ان يتسلق القبة حتى وصل الى الصليب فاسقطه فكبر المسلمون وهللوا واحبط النصارى الذين يشاهدوا هذا المشهد كيف ضاعت منهم القدس وامر صلاح الدين فورا بترميم قبة الصخرة وتوسيع المسجد وبناء تحول كنيسة فبدأ الفورا البناءون يتحركون وبدأوا يعيدون من نقوش التذكارية وجملوه بالفسيفساء المذهبة ما زالت اثار صلاح الدين الى اليوم وكتبوه على المسجد الاقصى ما نصه بسم الله الرحمن الرحيم امر بتجديد هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد الاقصى الذي هو على التقوى عبد الله ووليه يوسف ابن ايوب ابو المضفر هذا لقب هذا يكون يت صلاح الدين ابو المضفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين اشتركوا في القناة